تبعنا إزاي مصر أجهدت مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهادي غزة لسينة بعد عمليات القصف المستمرة على المدنيين في قطاع غزة الموقف المصري كان واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإن سينة والأمن القومي المصري خط أحمر ودي كل وداشة لمسس بي أبدا عشان كده مهم أننا نؤكد على وحدة صف الموقف المصري قيادة وشعب انتجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير هالي غزة لأن ده ليه تأثير كبير جدا على القضية الفلسطينية خلانا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضرفنا الدكتور جميل عادي الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني سبع الخير عليك يا دكتور سبع الخير يا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في البداية زينا أعرف منك أهمية استمرار التأكيد على وحدة الصف المصري طبعا بكل تأكيد هناك روابط قوية بتربطنا بالشعب الفلسطيني وإن قضيتهم هي قضيتنا في مصر وقضيت كل العرب وأعتقد أنه واضح خلال الفترة الأخيرة الدعم المصري قيادة وشعبا زي ما كنا بنقول شايفين حالة من التلاحم ما بين الدولة المصرية وما بين الشعب المصري مصر بكل مؤسستها وبشعبها كله يرفض ما يحدث الآن على حساب تصفية القضية الفلسطينية يعني في الحقيقة علاقة مصر بالقضية الفلسطينية هي علاقة تاريخية وداعمة ومساندة لقضية الفلسطينية منذ وعد بلفور عام 1917 وبعدها إقامة دولة الاحتلال 48 مصر خابط ثلاث حروب عام 1948 ثم عام 1967 ثم عام 1973 وبعدها بدأت عملية سلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحررت أراضيها من سيناء فبالتالي مصر لها جوالات مع القضية الفلسطينية طبعا هناك عوامل مشتركة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري عامل الدين عامل اللغة عامل الجوار علاقات الدم والصهر والنسب فبالتالي هو هم واحد والشعب الفلسطيني يعتبر مصر الشقيق الأكبر لهم ويساندهم في كل شيء طيب لما نيجي نقول أن الجانب المصري دايما بيؤكد على الرفض القاطع للتفريط في أي شبر من أراضي سيناء بيؤكد دايما على أن حل القضية بشكل أو بآخر على حساب دول جوار ده مش وارد أبدا ده بيؤكد على حقوق الفلسطينيين في أرضهم وبيؤكد على استمرار القضية بالتأكيد إسرائيل تصدر أزمة الآن لدول الجوار وأقصد هنا بالتحديد مصر والأردن بحكم مصر جوارها من قطاع غزة والأردن من الناحية الشرقية الضفة الغربية فبالتالي لا يوجد وأنا أؤكد لك لا يوجد في العقل الفلسطيني لتحجير ونكسة ونكبة في هذا العدوان بمعنى أنه لا يوجد في الفكر الفلسطيني أي خروج من الأرض الفلسطينية لا للتهجير الغزيين الموجودين في غزة الآن اللي مساحتها حوالي 360 كم مربع يعني مساحة صغيرة بيسكن عليها ناس حوالي 200 و300 ألف نسمة ليس جميعهم غازيين هم كانوا مهجرين من 67 و48 فبالتالي لا يوجد في الفكر الفلسطيني أي تهجير ونؤكد أننا مع الموقف المصري وداعمين ونحترم السيادة المصرية في هذا الخصوص لأنه لا يوجد بلد للفلسطينيين سوى فلسطين وأرضها المحتلة الاحتلال هو سبب المشكلة وليس سبب المشكلة هو هجوم حماس أو تدعيش القضية الفلسطينية السبب هو الاحتلال هناك مقاومة هناك جناح عسكري قام بمقاومة الاحتلال يعاقب الجميع من الشعب الفلسطيني فبالتالي لا يوجد حماية دولية لا يوجد معايير دولية تبني عليها القيادة السياسية الفلسطينية والقيادة المصرية هناك ازدواجية وخلق للمعايير كلها وتشويه للقضية الفلسطينية تشويش من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الغرب حتى مسيطرين على الأداء الإعلامية إسرائيل تتحكم في الأداء الإعلامية من يومين فقط تم قطع الأنترنت عن قطاع غزة بالكامل لا تجوال ولا نت ولا أرضي فبالتالي أصبح هناك مشهد مريب بمعنى أن إسرائيل ماذا تريد أن تعطي الأداء الإعلامية تعطيها وبالتالي الشعب الفلسطيني لديه ابتكارات بدأوا عن طريق مكبرات الصوت عن طريق المساجد للمواصلة أو عن طريق اللاسلكي فبالتالي لا هناك موقف واضح من الشعب الفلسطيني اتجاه القضية ولا يحرجون مصر ولا يريدون أن يرحلوا من بلدهم نحن صامدون يعني سنخرج من فلسطين بخروج أرواحنا نبني أحفظكم ويحميكم طيب هل حدك شايف أن التصعيد الأخير هذا طبعا هو مما لا شك فيه أنه هو الأعنف والأكثر شراسة لكن هيتوقف في يوم من الأيام هذا التصعيد سيتوقف هل شايف أن ما يحدث الآن في مصلحة القضية الفلسطينية في مصلحة التحقيق أو المضي فيه مصار سياسي بحل الدولتين في المستقبل يعني في الحقيقة ما حصل من عدوان في السابع من أكتوبر هو في الأساس سببه الاحتلال لا يوجد أفق سياسية إسرائيل ليس دولة محبة ومعطاء إسرائيل تنفذ كل ما تريد بالبلطجة والقوة والهيمنة وبدعم أمريكي فبالتالي نحن نريد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وقضية قضية عادلة لا نريد دماء ولا نريد العداء مع أحد نريد إقامة دولة كباقي الدول وباقي الشعوب جنبا إلى جنب وتم مصار عملية التسوية من ال91 حتى اليوم ولكن تعثرت بسبب صعود اليمين المتطرف الإسرائيلي في السنوات السابقة وهيمن على القرار السياسي في إسرائيل فبالتالي نحن مع قامة الدولة الفلسطينية وحايفة الدولتين جميل الأصدق أن نتيجة هذا العدوان الغاشم والإبادة الجمعية اللي بيشوفها العالم كله من الممكن أن يتغير رأي بعض الدول في أنه ضرورة السعي إلى سلام ضرورة الضغط على إسرائيل من الدول العظمى والدول الكبرى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وده ينعكس في النهاية ده بالإضافة طبعا إلى خسائر إسرائيل في الداخل يعني الاتنين دول ممكن يعملوا سويا الاتجاهين أو الإطارين يعملوا سويا في المضي في مصار سياسي فيما بعد هذا ما تحدده إسرائيل والناخب الإسرائيلي يعتمد على الناخب الإسرائيلي لأن كانت قبل 7 أكتوبر في أزمة داخلية داخل إسرائيل في انقسام نهيكا عن الانقسام الفلسطيني والجسم الفلسطيني غير الصحي الموجود وبالتالي إسرائيل تقزم القضية الفلسطينية وتشوه القضية الفلسطينية بسبب الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها كونداليزا رايز ويريدون صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية فبالتالي لا هناك أكثر من اتجاه نحو أن نتعايش بسلام أولا على الناخب الإسرائيلي وهناك ضغط داخل إسرائيل على نتنياهو أن يتخلى عن الحكم وهناك مطالبة بمحاكمته وأنه متخاذل وأنه أدخل إسرائيل في دوامة عنف وهو المسؤول عن الدماء الفلسطينية والدماء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وحكومة الطوارئ التي شكلها بعد أحداث 7 أكتوبر فبالتالي إسرائيل تتحمل ما يجري والشعب الإسرائيلي يتحمل ما يجري مع أن هناك أصوات أكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية عن بن يمين نتنياهو بالتأكيد هناك بن غفير وهناك يمين متطرف موجود داخل الحكومة الإسرائيلية لكن نحن نعاني من هذا التطرف نعاني من هذه العيمنة هناك في إسرائيل كبينة عبارة عن قادة من بني صحيون هم يريدون السيطرة على فلسطين كلها وإفراغها من مضمونها ولا يريدون مشاريع تسوية وللأسف الأداء السياسية مع الحقيقة الإسرائيلية أو مع الرواية الإسرائيلية الرواية الفلسطينية رواية ضعيفة يعني يتعاطف العرب معها لأنهم عارفون لكن نحن كما يقال المثل الشعبي أهل مكة أدرب الشعابها إسرائيل غير قادرة على خوب معارك بهذا الشكل تخبط وتتخبط في لبنان تضرب في سوريا تضرب في مصر أوقات في طابة وأوقات على برج فيه وتقول يعني بالخطأ وتخلط الحابل بالنابل فبالتالي لا هناك دعم أمريكي وهناك أساطيل بحرية تقدمت هل هذا كله بسبب حماس فرقة لا تتجاوز سبعين ألف عنصر تحرك بتتكلم عن الخطاب للخارج هل بسبب ضعف الخطاب أو عدم وضوحه بشكل أو بآخر ده بيساعد العالم على أنه يستمر في أن يكيل بمكيلين ده بيساعد المجتمع الدولي على أنه لا يتحمل مسؤولياته في مساعدة أهل القطاع ودعمهم على أقل حتى المساعدات الإنسانية نعم يؤثر لكن ما نشهده الآن هناك رأي عام في الدول الغربية ضاغط على الحكومات لديها شاهدنا في فرنسا مظاهرات ضد الحكومة وقراراتها بسبب دعمها لإسرائيل رأينا في بريطانيا ورأينا في أمريكا نفسها فبالتالي هناك رأي عام يضغط على الحكومات الغربية وأمريكا باتجاه أن لا يكون خلط في المعايير وازدواجية يعني هم أقاموا دولهم على أساس الحرية وحقوق الإنسان والحفاظ على القوانين الدولية والأممية وهذا لا يوجد في فلسطين هناك كارثة حقيقية موجودة في غزة الآن هناك أشلاء شهداء لا يمكن تحت الركام لا يمكن إنقاذهم لأنه نريد دول لإنقاذ الموقف في فلسطين هناك أكثر من ألف شهيد موجودين تحت الأنقاذ لا حماس ولا القيادة الفلسطينية بأجمعها يعني هناك مشاهد مدمرة فبالتالي نريد إسعاف أولي هو إدخال المساعدات وحياء مصار التسوية وإنهاء الاحتلال عظيم طيب الطول جميل إلى أي مدى هتظل حالة الصمود دي موجودة طبعا لا يعني الشعب الفلسطيني لأنه صامد حتى تحقيق النصر وحتى أن يعيش فيه سلام أنا بكلم عن المقاومة بلغة العسكرية إلى أي مدى المقاومة قادرة على الصمود يعني المقاومة يعني حماس نتكلم عن حماس والجهاد الإسلامي هم أجنحة عسكرية وليس جيش منظم إسرائيل تريد الدخول بر حماس يعني تعمل بسرية بسرية تامة سواء تحت الأرض أو فوق الأرض فيعني قد يكون الصمود يعني هناك تم تخزين من مواد غذائية وبترول لا نعلم مدى الدقة في الأسلحة الموجودة الآن لحماس للمقاومة لكن إسرائيل ليس من صالحها عامل الوقت إسرائيل تخسر كل يوم الشيكل الإقصادي على مستوى العملة يعني ارتفع أمام العملات الأخرى انخفض أمام العملات الأخرى عفوا هناك مقاطعة نشهدها يعني أنا في مصر موجود الآن ونرى مقاطعة من الشعب المصري للمنتجات يعني زي مش عايزين نسمي الأسماء مفهومة لحساسية القناة لكن هناك مقاطعة مقاطعة وهذا دعم للشعب الفلسطيني يعطي إسناد وقوة للشعب الفلسطيني لكن نتحدث عن خصوصية السؤال بأنه هل حماس ستقدر تصمد لا حماس صمدت حماس خاضت أكثر من خمس حروب مع الاحتلال منذ 96 وعام 2008 وعام 2012 فبالتالي حتى عامنا هذا فبالتالي لا حماس لديها بالتأكيد يعني مخزون يكفي للصمود لأكثر من شهر شكرا جزيلا دكتور جميل عادي الكاتب والباحث السياسي في الشعب الفلسطيني شرفتنا فب أهلا محطبتك